السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقتكم بكل خير وسعادة عاجل الآن من وزيرة التنمية المحلية تعرف على تعريفة الأجرة الجديدة في محافظات الجمهورية بعد زيادة أسعار البنزيم والسولار الأحباب الكرام بدأت الجهات المعنية في مختلف محافظات الجمهورية في إعلان أسعار تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظات بعد زيادة أسعار البنزيم والسولار قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر ومعرفة التعريفة الجديدة يريد عمل لايك وشير الفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام تابعت الدكتورة من العود وزيرة التنمية المحلية صباح اليوم الجمعة مع السادة المحافظين الإجراءات المتخزة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية سيارات الميكروباس والسرفيز والنقل الجماعي وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزيم والسولار اعتبارا من اليوم الموافق 18-10-2024 وقد أشرت الدكتورة من العود إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريف الجديدة مقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيز بضائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة وقد وجهت وزيرة التنمية المحلية بتكسيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيز داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيز طبقا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعير الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخالفي للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات بالإضافة إلى عمل بنارات ولوحات إرشادية بالتعريف الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مدير إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيز للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين وقد بدأت بالفعل الزيادة بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15% وتشمل هذه الزيادة سيارات الميكروباس والسرفيز والتاكسي وذلك في أعقاب قرار زيادة وده بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في أعقاب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين كان هذا خبرنا العاجل انتظرنا مع أخبار عاجل أخرى هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته